اشتركوا في القناة ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان عشان خاصة يستعد ليلة وعشان المسائل المستحبة اللي يخصن ديرو في هذه الليلة من اجل التقرب الى الله واشي تقبل منا الصلاة والصيام من اجل نقاط ونقاط اخرى نستطيع فوسي محمد خقلي والسادة في الفكر الاسلامي مرحبا بك مرحبا سيحمد ومرحبا بيه في الدار اللي كتبر الدار ديالي الثانية لقناة انفاس تيفي ولا ادل على ذلك هذا التنوع الذي تميز بهذه القناة المباركة خلال شهر رمضان وايلائها للجانب الديني حيز كبير عبر البرنامج اللي كان عمله يومي قصص انبياء اسأل الله تعالى ان يبارك في هذه القناة وفي صحفيها وتقنيها وكل من يقوم على انجاح هذه القناة المباركة بداية السيخ قلي اشنه اهم الخصائص ليلة القدرة ولها خصائص عدة سيد احمد حيث ان الله تعالى خصص لها صورة في اي القرآن الكريم ويصورة القدر قال الله تعالى بداعون بالله من الشيطان الرجيم اننا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ولها خصائص عدة حيث انها فيها انزل القرآن وفيها تتنزل الملائكة تتنزل الملائكة والروح الروح اي هو جبريل عليه السلام وقال العلماء سميت بليلة القدر لان الله تعالى فيها قدر الارزاق وقال العلماء ايضا سميت بصورة القدر لعلو قدرها ومكانتها فخصها الله تعالى بخصائص عظام وانا اذل على ذلك انها عبادة ليلة القدر فقط تفوق يعني عبادة يعني الف شهر لهو يعني سنوات ضوئية او قمرية فلذلك نرى المسلمين يتهافتون على بيوت الله تعالى يعني في العشر الاواخر ويكترون من قراءة القرآن ومن ختم القرآن ومن التصدق وقيام الليل على الشيء يتم تركيز دائما في ليلة القدر على السبع والشرين والشيء ما يمكنش يعني ان يتكون في العشر الاواخر القرآن هي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قلنا تحروها في رواية في السبع يعني السبعيام وفي رواية السبع اواخر نعم وفي رواية اخرى في التسع الاواخر فالعلماء قال لانه يعني انسان يجتهد في هذه العشر الاواخر ويحاولوا ان يدركها يعني وخاصة في الليلة الويترية يعني عشرين مثلا ليلة دي العشرين مثلا لغا سبحة واحدة وعشرين او او 22 سبحة 23 او 24 سبحة فهذه الانسان يجتهد فيها اكتر يعني عن سواها لانه قد يدرك ليلة القدر التي يفعل الخير العظيم وتواب الجسيم وهناك قول او حديث يعني لأبي بن كعب يقول باني اعلم هذه الليلة الى 27 شنية فكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة فيها والشهاد فيها والحديث في المسلم يعني يعني كمعطاية كثيرة كتخلي المسلمين على انهم يشتاب اتشيرت يخلي العالم الاسلامي كله تشتاد في ذيلة نعم سيد احمد احتب من يخص يعني 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 اعجاز العداد بعد العلماء يشتاد يقول لك على انه ورد يعني لو قلت متأ انزلناه في ليلة القدر لليلات يعني 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 يجب لقم الويتر فكبقى اجتهادت ولكن لا بعث من ذلك والانسان يعني يجتهد في العشر الاخري ما يجتهد في رمضان ما هي فضائل ليلة 27 أو ليلة القدر لها فضائل عدة سيد احمد حيث كما قلتك يعني فيها الملائكة تتنزل فيها جبري عليه السلام فيها يعني ليلة يعني تعديل أو تفوق عبادة أكثر من ألف شهر فهذه الليلة لها مكانة يعني اعتباري في الدين وكانت أمونا عائشة سألت النبي عليه السلام قلت يا رسول الله إن أدركتها إليت القدر فما أقول فيها فقال يقول اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عني نعوده اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ولكن سيد إحمد إنسان يعني يحول أنه فاعفو عني الدعاء والدعاء المستحب في الدليلة ومشان باقي المستحبات أخرى في الدليلة تعالى قراءة القرآن سيد إحمد كان السلف صالح كان في الدليل يختم القرآن يعني كذلك الإنسان على شكور العلماء يحتيار أو تفع صحيفتك في الدليلة بأنك قد ختت في القرآن كذلك الإنسان يبتعد على المعاصي ودونه في الدليلة يعني إنسان نعيب لأنه الدليلة كما قلنا تكتف الأرزاق ويعني في العتقاء من النار أن الإنسان يعني يخطئ في جنب الله عز وجل كذلك سنة الرحم إن أمكن والآن الحمد لله للتكرولوجيا يعني إنسان قدر تنغف الهاتف بالضبط لكثير من النساء واحتمر رجال يعني يرتدون المقابير تقول لك حقاب رغم في الدين هاتشي وما تسلل سيدنا محمد هذا يختلف عفوا و لا يتق يعني يعني زياد المقابير لا يخصى كل مقصة صارة على يوم أيام نعم نعم وحلا سيد أحمد يحترب العادات لكي تشوف المقبرة في هذا النار تكون ازدحام والنص والناس يعني تم يعني 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 يعطون المقبرة حقها والنبي صلى الله عليه و عليه و يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرككم بالآخر لذلك على المسلم أن يتقيض بسنة النبي صلى الله عليه و في هذه الليلة يكسر من ذكر الله قيم ليل كذلك و يختار الكذير أمنا عائشة كتحكي على القيم ليل الصيام دي النهر فحتبروا أنه مضعاف فقال فيهم واحد أما أنا خد عاد فأقوم أرقود قديما نصل بالليل ومنعش وهذا يعني من الرهبانية التي حاربها الدين دينا الإسلامي دين و دين اعتدال دين وسطية قال الله و كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهداء أسأل الله تعالى أن يجعل الناس يحمد من قام هذه الليل من غير الصلاة كيف يمكن أن يخصي سيد ليل القدر أنا قلت كذلك رجل سيد أحمد هو المسامح والتسامح من إنسانين ينكروا على أن نحن فهد ليل لكن الله يسمح لنا وتجوز لنا و أنا عندي مع السحمد خصومة أو أنا لا أسمح للسحمد أو عندي خصومة أو علي يدي و أنا عندي لنرد 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 السيد لا هذه من الأمور الأساسية الأساسية من العادات وإنما من العادات التي كبرنا عليها أن أباء صغار هذا يجعون على صيامه لقدسيتي هذه الليلة ومكانتها فنربي هذا الجيل على حب الله وحب رسول الله والأساس أن الإنسان يقبل على الله بقلب نقي قال الله إلا من تلّه بقلب سليم فالعبادة والأساس هو الإخلاص أن يكون هذا العمل لله وعادة سحمد بعد المساجد ويسلل مع ركعتنا ومع ركعتنا هذا الأمور ليس لها أصل ولا تأصيل ديني الآن نرى الآن نخرج من الجائعة وربقي وربما نسمع إحصائيات وإن كان الضائلة بأنه وربما مازال جائعة قيمة في الإنسان يعني يجب يدر حتيات دينه من المسجد يدخل هذا المسجد هذا ودخل هذا المسجد هذا ودخل هذا المسجد ربما قد أودي أو أتأدأ أنا فالإنسان علي أن نضبط نفسه وأن يقيم تلك الليلة بركعات خفيفة في مسجد يكون قريب منه أو في مسجد بعيد عنده يعني الدباء السيارة ولكن علينا أن نصح دير جيدا على أن هذه الليلة ليلة العظيمة فيها يعني كما قلنا ليلة يعني يعني لله تعال يتجاوز فيها العباد والله يباهي بين الملائكة يقول يشوفوا العباد ديالي يفضل يعني يصومون ويقومون الليل ويدعون الله عز وجل أن يتجاوز عنهم نسان يجتمع عودي ذاته وعلى قريب ديره على قراءة القرآن وعلى الدعاء المبارك أسأل الله سيد أحمد أن يبارك لي ولك والأخوة الأفاضل والأخوات في هذه الليلة مباركة وأن يبارك في أعمالنا حتى ندرك هذه الليلة التي هي ليلة عظيمة عند الله لا نعلم قيمته مدها إلا عندما نصير إلى الله تعالى نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيان وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المصطفى الحبيبي خير الإعنام شكرا أخير لما نختم بهذه الحلقة والدعاء شكرا شكرا على قبول الدعوة وانت كما أعرف واحد من الدار خلال برنامج قصص الأنبياء متتبعي قالت الفاس بريس إلى اللقاء في فرصة القادمة إن شاء الله ترجمة شكرا